موسيقى موسيقى افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم الأربعاء بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس شارقة للأعلام فعاليات الدورة الثالثة عشرة من المنتدى الدولي اتصال الحكومي الذي ينظمه المكتب العالمي لحكومة الشارقة في مركز اكسبو الشارقة بشعار حكومة مرينة اتصال مبتكر في مركز اكسبو الشارقة وتحت شعار حكومات مرنة اتصال مبتكر حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم امارة الشارقة يرافقه سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام حضر سموه افتتاح فعاليات الدورة الثالثة عشر من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي والذي يقام بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ويستضيف المنتدى هذا العام أكثر من 250 متحدثا من أصحاب الاختصاص والخبرة لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة كما تقدم دورة هذا العام أكثر من 160 فعالية متنوعة ما بين جلسات رئيسة وجانبية وخطابات ملهمة وبرنامج تدريبي يضم 40 جلسة لبناء القدرات عقب السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة استهل الحفل بعرض مادة فيلمية تناولت التطور على مستوى دول العالم وأهميته في تعزيز حياة الناس وتوفير فرص العيش الكريم لهم من خلال تواصل فعال ومر بين الحكومات والشعوب عقب ذلك تم الدعوة سمو شيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس الشارقة للإعلام لإلقاء كلمته بهذه المناسبة حكومات مرنة اتصال مبتكر هل الحكومات بحاجة إلى المرونة؟ ما مدى المرونة التي تحتاجها الحكومات؟ وهل مصطلح المرونة هو مصطلح جديد في عالم المرونة في عالم الحكومات؟ أم أن التطور التكنولوجي السريع الذي نشهده اليوم أجبر الحكومات على أن تكون مرنة؟ كل هذه الإجابات سنسمعها بإذن الله من خلال جلسات هذا المنتدى اليوم صاحب السمو كثيرا ما نستمع إليكم وأنتم تتحدثون مع المسؤولين في الدوائر والمؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة وتتكلم ببعض النصائح فتقول أحيانا لا تكن مناعا للخير وأحيانا تقول بجرة قلم تنتهي معاناة الناس وكثيرا ما تردد صاحب الحاجة لحوح ونحن إذ نتأمل في هذه الكلمات يا صاحب السمو نرى أنها تصب في فكرة المرونة المنشودة من الحكومة والتي ينطبق عليها المثل الذي يقول لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر الحضور الكريم دعوني أعود بكم إلى الوراء قليلا إلى شيء من التاريخ بماذا عرف عمر بن الحطاب عرف عمر بن الحطاب بالشدة لقب بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل ولكنه بالرغم من كل ذلك فقد كان رمزا للمرونة في إدارته ففي يوم من الأيام وبينما هو يتجول في المدينة متخفيا سمع بكاء طفلا صغير فطلب من الأم أن تردعه لكي يشبع ويسكث فأثمته بأنها تريد فطامه قبل موعد الفطام لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يعطي نفقة الأطفال بعد فطامهم فقط حرك هذا الموقف شيئا في نفس عمر جعله في لحظتها يغير قانون النفقة بالكامل فأصبح الأطفال يحصلون على النفقة منذ ولادتهم وتزداد هذه النفقة حسب احتياجاتهم وأعمارهم ما أردت قوله من خلال سرد هذه القصة هو أن المرونة صفة متجذرة في نفوسنا وأن الأمور كانت تحل بهذه السرعة وبهذه المرونة في عصر كانت الحمامة هي الوسيلة الأسرع للتواصل بينما اليوم في عصرنا الحاضر في عصرنا الحديث في عصر السرعة طغت بعض المصطلحات للأسف على العمل الحكومي مثل البيروقراطية في العمل الدورة المستندية للمعاملة النظام لا يعمل راجعنا غدا إلى آخره لذلك إذا ما أردنا أن نحقق المرونة الكاملة في العمل الحكومي علينا أن نبدأ بمرونة العقول التي تستلهم من أصولها المتجذرة ما يقودها لاستخدام التكنولوجيا الحديثة فلا هي متحجرة في الماضي ولا هي لاهثة وراء كل جديد وهذا ما حدث في الشارقة فقد كانت التوجيهات بأن تكون قنوات التواصل بين الحكومة والجمهور مفتوحة ثم لاحظ صاحب السمو بأنها لا تكفي فأمر بإنشاء وتأسيس برنامج الخط المباشر الذي يصل الجمهور بالحكومة عبر الهواء مباشرة من خلال إذاعة والتلفزيون ومن خلال هذا البرنامج لوحظ أيضاً بأن هناك عدد من الحالات الخاصة التي لا يمكن عرضها على الملأ فتم استحداث برنامج مبرة هذا البرنامج المخصص لهذه الفئات ومن خلال مبرة أيضاً تم اكتشاف بأن هناك العديد من حالات الغارمين والمعوزين فجاءت التوجيهات باستحداث لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة هذه اللجنة التي حتى يومنا الحاضر تكفلت بسداد ما يزيد عن مليار ومئة وخمسين مليون درهم من الديون وهكذا بجرة قلم تنتهي معاناة الناس وهذه هي المرونة التي ننشدها في العمل الحكومي ولا أنسى كذلك أن أشيد بالحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أقرت مجموعة من الإجراءات التي تصب في المرونة الحكومية مثل مشروع المسرعات الحكومية وبرنامج تصفير البيروقراطية ثم تابع صاحب السمو حاكم الشارق رفقة السادة الحضور عددا من الخطابات الرئيسة الملهمة ضمن انطلاق هذه الدورة من المنتدى استهلت بخطاب لبروفيسور فوميوهاياشي الخبير الاقتصادي الياباني والذي جاء تحت عنوان رسالة يابانية إلى حكومات العالم مضمونها العقود المفقودة قدم من خلالها تحليلا عميقا لأسباب التحديات الاقتصادية التي واجهتها اليابان خلال العقود الماضية كما عرض دروسا قيمة تمكن الحكومات حول العالم الاستفادة منها لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء كما تابع سموه خطابا بعنوان الاعلام الوطني والسيمفونية الازدهار حول دور الاعلام الوطني في دعم مسيرة التنمية والازدهار تحدث فيه معالي شيخ عبدالله بن محمد بن بطيء الحامد رئيس المكتب الوطني للإعلام حيث شبه معالي الإعلام الوطني بسيمفونية تتناغم فيها مختلف الأصوات لإنتاج لحن واحد يعبر عن هوية الوطن نعمل في المكتب الوطني للإعلام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله على صناعة منظومة إعلامية رائدة ومتكاملة ترتقي بقطاع الإعلام في الدولة وتحقق رؤية سموه في تعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية وتدعم القطاع في آداء رسالته والقيام بدوره في المجتمع على الوجه الأكمل بدوره تناول المستكشف والكاتب البريطاني بيرغ ريلز في خطاب ملهم له بعنوان رجل البرية يصنع من المغامرة استثمارا تناول رؤيته حول كيفية تحويل المغامرة إلى استثمار من خلال ربط مغامراته في البرية وبين مواجهة تحديات الحياة الخبير الاقتصادي جوستين لين تناول في خطاب له بعنوان أينشتاين وفولتير للحكومات بذور الموهبة تزدهر بالتعليم مؤكدا أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأهم الذي يمكن لأي حكومة أن تقوم به وأشار المهندس والمخترع المغربي رشيد اليزمي في كلمة له بعنوان حينما تكون النوابغ العربية سببا للارتقاء بالاتصال العالمي أشار إلى أهمية تمكين الشباب العربي وإطلاق العنان لإبداعاتهم وتوفير بيئة داعمة لهم لتحقيق طموحاتهم وفي ختام الخطابات الملهمة وفي خطوة تعكس رؤية الشارقة لمد جسور التواصل المعرفي مع الأجال الصعدة من المبتكرين حاور العالم والبروفيسور رشيد اليزمي الطفل الإماراتي المخترع لحميد اللغاني الذي أشار إلى أن فضول الطفولة كان ركيزة اكتشاف موهبته متناولا أهمية دعم العائلة والبيئة المحيطة للأطفال ورعايتهم لمواهبهم ختاما التقى صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة أحد أعضاء مجلس شورى شباب الشارقة حيث أشاد سموه بما يمثله المجلس وما يبرزه من صورة مشرقة لإمارة الشارقة على مختلف الأصعدة والنواحي الماضي كانت موجود في مملكة البحرين مع أعضاء مجلس شورى الشباب الشارقة وكانوا جدد شفتكم شفتكم كنت يعني أنا فأقول جدا بطلاقة اللسان واللغة العربية الفصيحة فيمكن يعني البحرين يمكن هم شاهد يعني انبهروا بهذا نعم فعلا وأنا كذلك يوم سفت هناك ما شاء الله عليها سعادة وزيرة الشباب كذلك طلعت تعرفني شايفتني متكلم في مجلس شورى الشباب الشارقة فأنا جدا فخور بهذه الإنجازات اللي قاعد أقدمها اليوم نحن ما بس قاعدين نشوف الإنجازات في إمارة الشارقة بالعكس قاعدين نشوفها كذلك في الخليج نحن جدا فخورين وأشكرك أشكرك مليون مرة طال عمرك على هذه الإنجازات افتتاح فعاليات المنتدى حضره إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام الشارقة الرقمية والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري وسياحي ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد الحامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير الدولة لشؤون الشباب ومعالي الدكتور عبدالله بالحيف النعامي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومعالي حصة بنت عيسى بحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية وممثلي الجهات الإعلامية